العمل المشترك اللي انت هتقدر تقف عليه أو واضح جدا بالنسبة لك في الخمس مطشاط اللي أهل يبتدى بيهم الموسم ده وبعيدا عن بصمة مارسال كولر طبعا هسمع فيها وجهة نظر الكابتل الكبير فاتحي نصير لكن أنا شايف كمان فكرة ان الروح رجعت الروح الفنينة الحمرة رجعت ال 11 في الملعب بيقدوا الحقيقة بكل قوة ودي يمكن واحدة من الحاجات اللي افتقدناها في مطشاط كتيرة جدا في الموسم الأخير لكن بالتأكيد إراية مارسال كولر هتبقى أكتر طبعا عند كابتن فاتحي يوصل لأنه نظرته بالتأكيد مختلفة عن أي حد تاني تابع مطشاط الأهلي كابتن فاتحي إيه اللي اختلف في الأهلي مع مارسال كولر إيه أكتر النقاط الإيجابية اللي في فترة بسيطة جدا حسيت أنها بدأت تظهر أثارها مع الفريق في الخمس مطشاط اللي لعبهم لغاية دلوقتي ظهر طبعا منكم من ناس كثيرة بسمحهم يقولوا إيه وعلى سوارش قبل كده لازم خمسات ما تشات في الزمان ده أو في كرة القدم الحديثة في المودن فوتبول أنت تحكم على المدرب من أول مباراة من أول مباراة طبعا أحكم عليه يعني المدرب يقدر يكتشف هو أكيد طبعا شاف شرائط كتير للأهلي قبل ما يجب بس يقدر يكتشف إمكانيات اللعبة أنا أقدر حلله وأقدر أشوفه كراجل خبير من أول مرة هل المباراة دي موقس للعب الجماعي هيحتاج وقت إننا نلعب في خطة جماعية فلان وكده حركات جمل لكن لم أجل الريستارت الدربات السابتة عايزة كم لعب واحد الكرة تتحط واحد حتشطها يعني عايزة لعب واحد بس أنا اتمرنت مع الفرقة دي تلات أربعة تيام عرفت أحسن وعرفين من يشوت لازم أتدي له فكر في إزاي في الفولات إزاي استغلها جيب أجوان يبقى الدربات الركنية إزاي استغلها جيب من أجوان الأوتات اللي هي ما بتعتمدش على جماعي على العشر لعيبة هي بتعتمد على لعب أو يمكن بكتير لعب واتنين معاه تمام فسهلي جدا أننا هحفظها إنت بتشوت كويس وإنت بترمي أوك كويس بعيد هقول له بنتو عمله كده وخلاص لو ممكن يجح ممكن ما ينجحش بس ساشوفها لو هو بيعمل كده أعرف أن الراجل ده عنده فكر بس سياخد وقت التكتيك الجماعي أو الخطة الجماعية اللي هي بتتعامل دي تاخد وقت واندماجه مع الفرقة واكتشافه ده أحسن من ده وده أحسن من وقت تاخد وقت لكن مش هتاخد وقت لما تجيلي فاول وأنا عرفت مين أحسن واحد في الأسبوع اللي أنا اشتغلت فيه أو في الثلاث تيام اللي اشتغلت فيه ولسه جاي وعرفت ده بيشوت كويس ده ما بيشوتش ده بيبقى أنا هستغل للشور يعني هستسني من الخمس مطشوات مطش أسوان أساسي أنه لسه أسوان يعني صعد حديثا للدوري الممتاز لكن أنت لعبت أربع مواجهات في منطقة القوة لعبت منستيري في تونس وفي العودة دوري الأمطال ولعبت الإسماعيلي في بداية الدوري الإسماعيلي بيبقى قدام كنار يتعارف ييجي قدام الأهلي تشوف إسماعيلي يعني بتاع زمان يعني لو إسماعيلي كمّل كده لطول الدوري لو المستوى ده مربع دهبي يعني على طول لكن بيجي قدام الأهلي كده وبعد كده بنلاقي حاجات تانية خاصة من محل ولعبت قدام الزمان في مبارات بطولة مبارات سوبر فبالتالي لعبت أربع مطشوات تؤال أكيد ظهر يعني مميزات إيجابيات في حاجات واضحة كده بالنسبة لك مدوح الشمس الالتزام الخططي 100% وده مهم جدا نحط تحتها 100 خط الالتزام الخططي سهل جدا مدرب يوضع خطة ويلعب طريقة لعب بس اللعبة مش مقتنعة ولا هي فاهمة فتنزف الملعب متشفتش حاجة التنفيذ مش متسخ معلة ألف قط اللبس لكن معنى الالتزام الخططي والالتزام اللعبة الخططي في المباريات وخصوصا أن آخر ماتش اللي هو كان ماتش زمالي فيه التزام خططي 100% يعني فيه الأول الناس برضو أو انطلق برضو أستاذ المشاهدين فيه طريقة اللعب اللي يقول لك 4-2-2-1 أو 4-3-3 أو 1-4-2-2-3 الكلام ده ماشي دي طريقة خطة اللعب واجبات كل لاعب لما كرة تكون معاها داخل الطريقة اللي هو بيعاب بها طمع فأنا دلوقتي بلعب 4-2-2-1 بس لها واجبات لكل لاعب لما كنوا كرة مع الخصم انت دورك ايه ولما كنوا كرة معانا انت دورك ايه طيب كرة مع الخصم دورك ايه كرة معانا فاني منطقة في الملعب هل معانا مع حرس المرمى معانا مع الزهيري الأيمن معانا مع متوسط الدفاع معانا في وسط الملعب كل ده له دور فكل ده الراجل شرح الكلام ده كله معنى انه هم ينفزوه يبقى هم فاهمينه واستوعبوه واقتنعوا به ودي تدينا اجابة اللي بتقول عليه ما هو دور المدرب اهو اشوف الملعب مين الاسماء اللي عاد اكتشافها مارسيل كولر من وجهة نظرة كابتن فاتح هو او قعد تقدمها بشكل مختلف يعني طاهر طاهر محمد طاهر برضو من الناس اللي قدمهم كده متولي طبعا معروف من زمان ان هو نموذج ولعيب كويس ولعيب مكتهد ولعيب تعطل بس شوية اه تعطل كتير لكن القماشة مفيش شك عليها عشان كده مجابش مجابش من بره كتير مجابنا الصفقات عنده اللعيبة بس اللعيبة دي مكنش لقيها اللي يلعبها اللي يشغلها اللي يفهمها ان هم يعملوا ايه كل ده ما كانش موجود فهو الالتزام الخططي قلناه مية من ايه ظاهر مع اللعيبة الالتزام الجماعي وبعدين الالتزام ده بيقدي الى النجاح في انهاء بعض الهجمات انك تطلع وتصنعها وكده فده يقديك لايه للروح الروح بتيجي من ايه من النجاح طالما فيه نجاح يبقى عندك روح يعني دايما الروح يؤدي الى النجاح والمكسب يؤدي الى مكسب زي يقولك مثلا الفلوس بيجيب فلوس والحظ بيجيب حظ والفقر بيجيب فقر يعني انا بقول ان الروح الفنية للحمراء رجعت اكيد انها ترجع رجعت ليه رجعت لانها حسن بالنجاح في الملعب ايه اللي هو النجاح التزام كل لعب اللعب بيبقى قاعد بيستمتع من حكتين لعب كرة القدم ال 11 دولار هم بيلعبوا بس لا بيستمتعوا في المبارات حقما ترجمة نانسي قنقر